خلف أبواب مغلقة عقد مجلس الأمن الدولي جلسة حول اليمن استمع فيها الأعضاء إلى إحاطة من المبعوث الدولي مارتين جريفث بشأن الأسباب هلت حالت دون تنفيذ المرحلة الأولى مما جرت توافق عليه بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وجماعة الحوث الإنقلابية المدعومة من إيران طبقا لاتفاق ستوكهولم السفير الفرنسي تحدث عند الخروج من الجلسة وصفا للمناقشات بأنها كانت في بالغ الأهمية وأن جميع المسائل كانت موضوعة على طاولة النقاش بصفة الوطنية يمكنني أن أقول لكم إنها كانت جلسة مثالية لمجلس الأمن من حيث جودة المناقشة ووحدة المجلس لدعم مارتين جريفث والجنرال لوسي جارد كان حوارا بناء وهكذا يجب أن يكون مجلس الأمن دائما ما يقرب من الثلاثة أشهر مرت على توقيع اتفاق ستوكهولم عمدت خلالها الميليشيات الإنقلابية على عرقلة تنفيذ الاتفاق ووضعت أمامه الكثير من المعوقات حتى بعد أن تم تزيئة الاتفاق على مراحل ظلت الميليشيات الإنقلابية مستمرة في ارتكاب ألاف الخروقات واستهداف المدنيين في محافظة الحديدة الجانب المعطل لتنفيذ هذه المرحلة الخطوة الأولى على الأقل هو الجانب الحوثي وهذا معروف في أوساط مجلس الأمن ولكن بعض الدول تريد إعطاء الفرصة الإضافية للحوثيين من أجل التزام تنفيذ هذا الاتفاق من الواضح ما نسمعه من أعضاء مجلس الأمن أن حكومة الرئيس عبدربو منصور هادي المعترف بها دوليا تلتزم تماما بقعودها وهي مستعدة لتطبيق هذا الاتفاق سفراء الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن كانوا قد أعربوا عن قلقهم إزاء تأخر تنفيذ اتفاق سيكولم وفي بيانهن صدر الثلاثاء أكدوا على دعم جهود المبعوث الدولية لضمان الإسراع في تنفيذ الترتبات المتفق عليها في وقت قدمت الحكومة الشرعية اليمنية كل ما أمكن لإثبات حسن النوايا لإحلال السلام يواصل انقلابيون الحوثيون تعنوتهم ورفضهم تنفيذ بلود اتفاق الحديدة وإعادة الانتشار من الموانئ بموجب خطات بعثة الأمام المتحدة حسين إبراهيم للإخبارية من أمام مجلس الأمن الدولي نيويورك